البنزين أرباحوا الشركات من جيوب المواطنين مع الوزير العدل شايف أنه القضية محقه وشايف أنه الملف مزبوط وأنه فعلاً في مبلغ من المال يجب إرجع مصرف لبنان يجدول ديون الحريري أبن يتفنن في تعذيب ابنتيه القاصرتين هدرن في بلدية كفرمان من العبلة الجيبة معركة الباب تفتح الطريقة إلى الرقة اشتركوا في القناة صباح الخير أعطى وزير الداخلية نهاد المشنوق تعهداً لتسعة عشرة دولة أجنبية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبطريقة شفافة ونقل عن رئيسي الجمهورية والحكومة أن قانوناً جديداً للانتخاب سيبصر النور قبل نهاية شباط الحالي التزام أمام سفراء الاتحاد الأوروبي يضع لبنان أمام تنفيذ الوعد وإلا فسنصنف على أننا من فئة البلدان الكاذبة وسيجري خفض اتماننا السياسي بين الدول وإذا كان المشنوق قد أكد إجراء الانتخابات في موعدها فإن بيان الاتحاد الأوروبي مرر إشارات عن تأجيل تقني سيحتمه أي قانون جديد أو حالي معدل لكن علامات العهد تنبئ بصيغة سوف يجري التوافق عليها عمادها قانون حكومة ميقاتي مع بعض التعديلات التي لا تغير بنيانه وقد حسم حزب الله هذا الجدل بإعلانه أنه والرئيس نبيه بري مع النسبية فيما لا يترك الرئيس سعد الحريري مناسبة إلا ويؤكد فيها عمق الانسجام مع الرئيس مشلعون أما القوات فلن تسير عكس التيار وبهذه الحال ومع ثوابت الكتائب على قانون يؤمن وحدة المعيير سيجد وليد جملاط نفسه وحيدا على رأس جبل وسيضطر مع الواقع الجديد إلى تنفيذ إعادة تموضع انتخابي وليخشى عليه القرار لأنه خبير بإعادة الانتشار فالمرحلة الآن هي كلام عهد بحيث يطبق الرئيس من شلعون عبارة الأمر لي أمر اليوم السياسي يترافق وقبضة أمنية تنتزع الإرهاب من قلب الوسط إذ كشف الأمن العام عن تفاصيل الرعب الذي كان سيضرب بيروت من عمقها التجاري الوحدة الاستقصائية تعيد 22 مليون دولار إلى جيوب اللبنانيين بعدما جبتها شركات المحروقات بغير وجه حق شهر مر بالتمام والكمال على التحقيق الذي أجرته قناة الجديد والذي كشف كيف تسرب أكثر من 22 مليون دولار من جيب المستهلك إلى شركات خاصة فمع أن الشركات المستوردة للمحروقات تعفى من الرسم الجمركي الموحد بموجب شهادات منشأ أوروبية إلا أن هذا الرسم كان ولا يزال يحتسب ضمن تعرفة سعر البنزين التحقيق الذي أوضعناه يوم ذاك وزير شؤون مكافحة الفساد وباشر العمل فيه كان محل متابعة أيضا من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أنا اشتغلت على هذه القصة وقدمت لوزير العدل وكذلك لوزير البترول الفكرة التي عندنا مع الوزير العدل شايف أنه القضية محقة وشايف أنه الملف مزبوط وأنه فعلا فيه مبلغ من المال يجب إرجعه حتى الآن لم تسترجع الأموال بعد لبل التسرب المالي مستمر منذ منتصف عام 2013 مع كل مرة يقف فيها المواطن لتعبئة الوقود لسيارته ما دام السعر يحتسب الرسم الجمركي الذي تعفى منه الشركات المستوردة وهو ما يرجح أنه دفع رئيس الجمهورية إلى إثارة الموضوع داخل مجلس الوزراء اليوم عند اختراح فخامة الرئيس تم نقش هذا الموضوع وطلع مع الوزير البترول قال أنه نحن سيصحح تركيبة السعر يعني السعر فيتم تصحيحها فضلا عن تصحيح جدول الأسعار فأنه ثم تطرحين لإعادة الأموال إلى المستهلك أحدهما طرح لوزير الطاقة يقضي بخفض سعر البنزين يعني فيه عدة أفكار هو عنده أفكار أنه يسترجعها بتخفيض سعر البنزين بهذه الطريقة لمدة معينة لتكون السوعبنا المبلغ الذي تم تحصيله بدون وجه حق من الشركات البترولية فيه طريقة تانية أنه ناخد هذا المبلغ كدولي ونحن نرجع نعيده للمستهلك 23 وعشرين وشوي إلى 32 بس بعده لهلأ شغال لو شغال لبعد ساعه وزارة المالية عم بتطالب الأموال أيضا لهيو المبلغ هذا الكبير لتسترده لخزينة الدولة هي هاي الطريقة التي نحصل عنها؟ يعني ما فيه جمرك على البنزين هاي البنزين من منشأ أوروبا ما عليه جمرك بقى وزارة المالية ما فيها تاخد هالأموال لأنه هاي دي مش جمرك مش مستحصل يعني مش أنه جمارك لم يتم تحصيلها ما فيه أي ترتبات قانونية بحق هاي دي الشركات بس ويرجع المبلغ موضوع القانوني أنا رفعته لمعالي الوزير سليم شغاي سماطي أنا مش وزارة عدل ولا نياب عمي ملي ولا نياب عمي وإلى أن تعاد الأموال إلى المواطنين يبقى أن نذكر بالمسئولية التي تترتب على المديرية العامة للجمارك التي تكتمت قرابة عامين عن إعفاء الشركات من الرسم الجمركي قبل أن يثير المجلس الأعلى الحالي للجمارك الموضوع مع ديوان المحاسبة نعيم برجاوي قناة الجديد ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء أمس في السراية الحكومية اجتماعا للجنة الوزرية المكلفة دراسة ملف نوفيات حضره الوزراء غسان حاصبان نينوهاد المشنوق حسين الحاج حسن علي حسن خليل يوسف فنيانوس سزار أبي خليل عناية عز الدين طارق الخطيب ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل بعد الاشتماع قال الوزير الخطيب أنه تقرر عقد اجتماع آخر للجنة في الثامن عشر من الشهر الحالي لاستكمال البحث من ناحيتها شار الوزير الحاج حسن إلى أن الاتجاه حاليا هو الاعتماد خيار المحارق لمعالجة مشكلة النفاية مصرف لبنان يعيد جدولة ديون رئيس الحكومة سعد الحريري رئيس الحكومة سعد الحريري مدون بخمسمائة وأربعة وثمانين مليون دولار هذه الديون جدولها مصرف لبنان مقدما تسهيلات بالدفع للرئيس الحريري ليخص بها بنك البحر المتوسط منذ عام 2015 في إطار مساعي الأخير للخروج من أزمته المالية بحسب المقال الذي نشرته جريدة الأخبار بنك مات من المصارف التي استفادت من الهندس المالية مصرف لبنان ولكن كنت تحتل المرتبة التاسعة التحليل والتقويم لموازنات المصارف عام 2015 كشفا لمعنيين في جمعية المصارف أن البحر المتوسط حظي بربح خاص قارب 185 مليون دولار ليتبين بعد التدقيق أن المصرف طلق برنامج دعم خاص من خلال عمليات مع المصرف المركزي إذا بتجيب الميزانية بنك مات في عام 2015 وعام 2014 بتعمل مقارنة بالموضوع تشوفي أرباح البنك مات في عام 2015 زادت فقد 4.5% تصل 139 مليون دولار إذا بتشوفي موجوداتها كمان نفس الشيء أقل من 5% يعني وضعية الميزانية بنك مات في 2015 مقارنة مع العام 2014 تظهر أن الهندس الميلي لم تكن متوفرة مصرفة عودة وسوسيتي جنيرال كان أول من فاتح حاكم مصرف لبنان بأمر عمليات التي حظي بها البحر المتوسط وعلى الأثر جرت العملية الكبرى التي أتاحت للمصرف المركزي معالجة نقص في العمولات الصعبة من ضمن خطة شراء الوقت وتجاوز حجم هذه العمليات التي جرت العام الماضي 14 مليار دولار وفرت ربحا استثنائيا للمصارف والمديعين الكبار بنسبة تقارب 40% أكيدة بالهندس المالية اللي عملت كان فيه إلى شوائب أنه بعد كبار المصارف بلما يستعملوا هالهندسة كلمة عزيز رسميلون يستخدموا هالهندسة لمصلحة أفراد وأشخاص ومؤسسات هوني كان التشوه وبلغت حسب الأرقام الموجودة حتى بجارية الأخبار تلك أنه الأرقام اللي راحت لأشخاص والأفراد هي تقريبا مليارين و 400 مليون دولار والمدخيل الاستثنائية اللي اجت للأفراد والأشخاص هي تقريبا 555 مليون دولار جمعية المصارف تمنت على مصرف لبنان إلغاء العمليات جمعية المصارف بلشت استياءة وبلشت اعتراضاتها بعد ما بلشت الهندسة المالية بعد كبار المصارف أنه أخذت حصة كبيرة جدا من الهندسة المالية تقريبا 71% من الهندسة يعني خمس مصارف تحصل على 71% أرفقت صحيفة الأخبار المقال بوثيقة تبرز حجم الديون التي يرزح تحتها الرئيس الحريري لدى مصارف لبنانية وتبلغ قيمته 584 مليون دولار ويظهر فيها أن الحريري استحوذ على تسهيلات مصرفية من تسعة مصارف محلية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 659 مليون دولار وبلغ الرصيد المستعمل منها نحو 584 مليون دولار ويتضح من هذه الوثيقة أن المصارف المعنية طرت إلى إعادة جدولة استحقيقات عدة نتيجة عجز مجموعة الحريري عن السداد نتيجة لهذه الديون لجأت بعض المصارف إلى خفض درجة تصنيفها إلى درجة للمتابعة والتسوية وهي تعني أن العميلة يعاني نقاط ضعف قد تؤدي إلى تراجع قدرته المستقبلية على التسديد إلا أن ضغوطاً هائلة دفعت حاكم مصرف لبنان رياض سليمة إلى الطلب من المصارف المعنية إعادة تصنيف ديون الحريري عند درجة للمتابعة وهي درجة تعني أن لدى العميل قدرة ملائمة على الإفاء بالالتزامات ولكن بوجود شوائب الموازنة فصلت على طاولة مجلس الوزراء من دون مناقشة وقانون الانتخاب يدخل الجلسة من باب قوتي وضع مشروع موازنة عام 2017 على طاولة مجلس الوزراء وفضت الجلسة من دون أي مناقشة أو وضع أي ملاحظات على أن تستكمل النقاشات في الأسبوع المقبل مؤشرات، أرقام، واستماعولة اتفعنا بعضين بلس النئاش ما سمعنا بعض ملاحظات، ما صار في نئاش بعد وللمرة الأولى منذ سنوات تتوافر الإرادة السياسية لإقرار الموازنة مع الحرس لتكون متوازنة وفيها بداية إصلاح ولا تمس الطبقات الفقيرة وفق وزير المال فالضرائب السبع والعشرون التي تضمنها مشروع الموازنة لم تدرج أي ضريبة جديدة سوى تلك التي أقرت في جلسات مجلس النواب عند مناقشة سلسلة الرتب والرواتب لتمويلها وما أضيف ليس سوى ضرائب على أرباح المصارف وشركات الكبرى والعمليات العقارية لغير ذوي الدخل المحدود جلسة أسست لمناقشة الموازنة وإقرارها بعد 11 عاما من غيابها ولجوء الحكومات إلى سلوفات الخزينة وكان رئيس الجمهورية قد استهل الجلسة بعرض لأبرز نتائج زيارة المفادين العرب والأجانب وإعادة منقطع من علاقات بالدول العربية وتناول أزمة النازحين السوريين وتأثيرهم في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي يتطلع فيه العهد الجديد إلى إنشاء أماكن آمنة تمهد لعودتهم تدريجا وتطرق الرئيس إلى المحادثات مع وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان قائلا إنها جاءت استكمالا للبحث الذي أجري مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وما جرى الاتفاق عليه بدأ تنفيذه كلام أثنى عليه الرئيس سعد الحريري مؤكدا أن العلاقات اللبنانية السعودية إلى مزيد من التفعيل والانفتاح وسيصار إلى إنشاء لجنة مشتركة لبنانية سعودية عليا كما هي الحال مع مصر وقطر وطلب كذلك التنسيق مع وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لوضع مشاريع وطنية وإنمائية قانون الانتخاب خرق الجلسة من باب قوتي فطلب وزراء القوات الرئيس بتخصيص جلسات لإقراره وكان قد سبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة جرى فيها البحث في الأوضاع العامة وكذلك استقبل وزير الداخلية نهاد المشنوق عارضا معه الأوضاع الأمنية والاتصالات الجارية من أجل إقرار قانون جديد للانتخاب رواند أبو خزام قناة الجديد شدد سفراء الاتحاد الأوروبي بعد لقائهم وزير الداخلية نهاد المشنوق على أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبطريقة شفافة وسلمية بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية سيمثل خطوة أخرى في اتجاه تعزيز عمل المؤسسات الديمقراطية في لبنان بشكل طبيعي المشنوق أكد من جهته أن لا خيار إلا بإجراء الانتخابات النيابية التي بها يكتمل المسار الدستوري وتتعزز الديمقراطية في لبنان وليس لدي أي شك بعدم حصولها وكشف المشنوق أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قال للوزراء في جلسة الأمس أن القانون الانتخابي الجديد سيبصر النور قبل نهاية شباط أبو يعنف ابنتيه الجد تشكوه والقوى الأمنية توقفه في القبيات ليوني ولايا سليمان ما عدتا في خطر بعد اليوم فوالدهما جورج سليمان الذي مارس عليهما أبشع أنواع التعنيف بات في قبضة القوى الأمنية فصيلة ذلك القبيات تمكنت من القبض على سليمان بعدما أقبم على تعذيب ابنتيه بآلة حدة وحرق جسديهما وضربهما ضربا مبرحا جدة الطفلتين ريتا ردوان كانت قد علمت بممارسات والدهما مذ أحضرهما إلى بيروت ووضعهما في مدرسة داخلية كذلك منع سليمان الطفلتين من زيارة والدتهما في القبيات طوال فترة وجودهما معه أنا لما نزلت جبتونت فيه جاءت بهالشي اللي عملا فيه مثل شو مثلا شبتي عندي؟ أنه محروق دايهون يربطون بدايهون بجرين يصلحون بالخيزران يزربن بالحمام يقولوا له خدنا لعند الماما يزربن بالحمام يحروقن أنه هايك شو السبب؟ ما دون سبب؟ يقتلوا يقولوا له خدنا عبد دايعة على العيد أم زرابن بالحمام يقول لنخدنا بدنا نشوفها الماما يربطون ويقتلوهن مسؤول جمعية أكسيليا في عكار غازيلياس أشار إلى أن الطبيب الشرعي أكد حصول التعنيف على جسديهما بالنسبة للولاد نحنا كل الفترة من ربيب وعاد عن أهليهم كانوا عند ستون ويكابناهم كل الفترة انتقلوا لمدرسة داخلية ببرمانا أخذوا والدهم على أساس ينقلهم على بيته بعد ما تزوج مرة تانية وعلى أساس أنه هو هيكفي علمهم اختفوا يعني ما بقى فيه تواصل معهم لمدة شي سنة لفترة ستهم قدرت أمنت اتصال فيهم تبين أنه لنحنا نشوف أنه الولاد معنا فيه متعرضين لحروق ولا إشياء من هالنوع نحنا ضغري بيدرنا وأبلغنا فصيلة الأبيات مشكورة يعني اللي قيمت بشغل بشكل جيد سليمان اعترف بفعلته بعد التحقيقات التي أجرتها القوى الأمنية على أن يحال إلى المراجع القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه اقتراح قانون لرفع سن الزواج والنتيجة مزيد من الانقسام قانون جديد في طور النقاش اليوم في اللجنة النيابية الخاصة بالمرأة والطفل قد يتمدد من مكاتب المجلس إلى معظم المنازل اللبنانية القانون يهدف إلى رفع سن الزواج لدى القاصرات إلى 16 عاما بعد موافقة قاد لمحاولة حمايتهن في ظل 15 قانونا يلحظ الأحوال الشخصية لمعظم الطوائف الزواج القاصرات هو نوع من أنواع العنف لأنه بنت عمره 16 سنة تحت عمره 12 و13 سنة شو بتفهم هيدا؟ ما بتفهم بشي؟ بينقوا الرجال اللي جاي عم بتجوز عمره 25 و 26 و 30 سنة إنسان ناضج عم بتزوج طفلة في شي مش مظبوط عنده في شي مش مظبوط براسه موضوع سن الزواج موضوع اجتهاده هو متعلق بتطور المجتمعات وبالتالي مناقشته أمر مقبول وليس مرفوض لكن إحنا الآن في بلد في قانون أحوال الشخصية هو القانون المعتمد لتنظيم أحوال الأسرة وبالتالي النقاش ينبغي أن يكون مع المعنيين بقانون الأحوال الشخصية ولا يقتصر فقط على لجنة الطفل والمرأة إذن لا مانع من نقاش الأمر لكن الانقسام يبدأ هنا أولا إذا بده يجي هيك مباشرة مع أو ضد لا أنا أفضل أن يصوت ضد وأحيله إلى الجهات المعنية أما إذا رحنا لجانب النقاش فأنا أفضل أنه كون هي قضية مجتمعية أن نفتح باب النقاش إلى أوسع مدى ممكن وأن نتعامل مع صاحب الاختصاص في هذا الموضوع يعني المحاكم الشرعية والروحية أعتقد الدين ليس هو تفسير رجال الدين خلصنا بقى من أنه رجال الدين يتدخلوا بهالأمور هايدي يلي بالنهاية بتخص المواطن فيه شيء اسمه مواطن ودور الدولة هي تحمي المواطن ليس الطايف اللي تحميه لأنه ما في دين بالعالم لا الدين الإسلامي ولا الدين المسيحي وبيقبل العنف ضد المرأة أو ضد الطفل ما ننسى أنه لبنان قام على العقد معين توافق فيه أبناء البلد على تركيبته وجزء من هذا العقد الأحوال الشخصية طالما هذا العقد موجود بهذا الشكل إحنا لابد أن نحترم قوانين الأحوال الشخصية حتى نصل إلى عقد جديد أوقات كتيرة عم بتصير بيع عمليات بيع لأنه ولأ بنت عمره 12-13 سنة شوف فهمها هايدي رايحة تتزوج ممكن أعلى بجزوجوها مقابل مبلغ من المال في ظل قانون لا يؤهل من لم تبلغ الثامنة عشر الاستحصار على رخصة سوق أو الاقتراع وهو يسمح لها في الوقت عينه بإجراء عقد زواج يلزمها مدى الحياة بات ضروريا إعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية حسان الرفاعي قناة الجديد لوحة إعلانية ضخمة تسقط عن سقف مبنى والأضرار اقتصرت على الماديات دوي صوت قوي دفع أصحاب وموظفي المحال التجارية في مبنى عذار في منطقة الزلق إلى الهرولة خارجا ليتبين أنه ناتج عن سقوط لوحة إعلانية ضخمة عن سقف المبنى لتستقر عند الطبقة الثانية قبل أن تسقط على الأرض وتحطم ثماني سيارات وصلنا صبح بكير على المحال عم نرتب بعدنا يعني وفجأة منحيس أنه مثل المبنى عم يهتز ومثل عاك أنه البناء عم تهبط فلقينا فجأة أنه نزل شيء على السيارات فاجأنا وكان كتير كتير قوي ومثل ما أنك شايفة راحوا السيارات نتمنى أنه حدا يعود علينا هالشيء وهيدي مش كارثة يعني يعني هينة كارثة كتير كبيرة مالك المبنى عزار عزار رفض التحدث إلى الأعلام مكتفيا بالقول إلى عشر سنين هنا وما في أي مشكل عليها أمره نفاه موظفوا المحال التجارية الذين أكدوا أن صاحب الملك لم يقم يوما بسيانة اللوحة الأعلانية وأن أساساتها غير ثابتة ممكن الهواء بس أكيد في سبب تاني لحتى يسقط الهواء يعني الهواء مش حينزل شيء هالأدى له أساسات إذا كان أساساته مدعومة ومنيحة مش حيسقطوا الهواء هيك حملنا الملف إلى رئيس بلدية الزلق للوقوف على ملابسات الحادث وشرعية هذه اللوحة المسؤول هو الأساسي يلي صاحب البنية المرخص الأعلان ويلي كمان يلي هو إخذ الترخيص كمان مسؤول مسؤولين يعني هاي المسؤولية بتحملوها اتنين يلي هو مسؤول الأساسي بده يكون يلي المأجر الأعلان والمستأجر الشي زيته بيلحقه هاي دي الإنهم والقضاء بيعرفشوا فيه بس الأسيرونس موجودة وكمان فصلة الموضوع كمان الدركة صار فيها تحقيق وإن شاء الله إنه بنشكر ربنا إنه مسار فيها إذا حول وكل شخص يلي ضررت سيارته بده يلحقه كمان يعني يعاوضوا على البلدية قبل ما طاعت ترخيص بتكشف على المبنى إذا هو بيتحمل يكون علالة وحيط علان بهيدا الضخام خصوصا شيء أكيد وبيكون ماضي كمان عن الستريكتير طبع الحديد يلي معمول للأساس مهندس وبيقول على مسؤوليته وموجود عندي الملف وكلهم موجودين المستندات يعني بتجدد كل سنة الأعلان وكل سنة مفروض إنه كمان يقدم مستنداته جديدة مش إنه يضل من سنة إلى سنة إلى عشر سنين لا حادث اقتصرت أضراره على الماديات وقد يتحول مستقبلا إلى كارثة فعلية إذ لم تراع شروط السلامة العامة لايال سعد قناة الجديد بعد الأعلان النسبية في الانتخابات الحزبية أهلا بكم من جديد تمنى رئيس حزب الكتائب أن أبسام الجميل أن تؤدي العلاقة المستجدة وإعادة العمل بين لبنان ودول الخليجية وبخاصة السعودية إلى نتائج إيجابية وفتح الأبواب أمام كل العرب لزيارة لبنان وهذا الأمر سيساهم في الصيف المقبل في إنعاش الاقتصاد اللبناني وفي خلال استقباله الموفد السعودي وزير الدورة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان قال الجميل إننا مرتاحون إلى عودة الزيارات المتبادلة وعودة المياه إلى مجاريها ولبنان يجب أن لا يكون فريقا في النزاع الإقليمي وأشدد على أنه يجب أن يكون لبنان في مكان المحايد عن كل أزمة المنطقة ويجب الاستمرار في انفتاحنا والابتعاد عن الصراع في المنطقة هذه العلاقة التاريخية كانت دائما علاقات إيجابية كانت دائما للمملكة دور إيجابة في لبنان ونحن نتمنى أنه ترجع العلاقة مع كل الدول العربية علاقة ممتازة بين لبنان وكل هذه الدول بالأخص أنه الهم الأساسي عنا هو مئات ألف الشباب والصبايا اللبنانيين يلي عم يشتغلوا بالخليج لهذا السبب نحن بيهمنا جدا أنه ترجع العلاقات الدبلوماسية علاقات طبيعية بيهمنا أنه ترجع لزيارات المتبادلة بين المسؤولين اللبنانيين والمسؤولين العرب كرمالتا نحمي اللبنانيين يلي موجودين وبنفس الوقت نرجع نشجع الاستثمار العربي بلبنان لأنه هذا الاستثمار ضروري لإنعاش الاقتصاد اللبناني يلي بيأمس الحاجة مطلب النسبية يسقط من قوانين معظم الانتخابات الحزبية جهارا تطالب الأحزاب اللبنانية بطرح قانون انتخاب جديد يحقق عدالة التمثيل ولعل مجرى هذه المطالب يصب بغالبيته في النسبية كسبيل وحيد لحفظ أماكن جميع الأطراف السياسية لكن التقدمي الاشتراكي يقف للنسبية بالمرصاد نيابيا أما حزبيا فهو متمسك بالنظام الأكثري لأن النظام النسبي يقوم على لوائح متقابلة وتصل إلى حدود المواجهة عدد الناخبين عادة يكون قليل وعدد المرشحين كمان يكون قليل وبالتالي يمكن التمثيل على مستوى الأكثر بكل بساطة تختلف الموضوع على مستوى الوطن على مستوى الوطن هناك طيف واسع من الأحزاب والقوى السياسية يحتمل الانتخاب على المبدأ النسبي ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى خطوات تسبق الانتخابات على القانون النسبي تبدأ أولاً بإلغاء طائفية السياسية في المقلب الآخر القوات اللبنانية التي تطالب بالنسبية على مستوى الوطن أبقت على الأكثرية على المستوى التنفيذي داخل الحزب فيما أدخلت النسبية على مستوى الدوائر عبر مبدأ الوان بيرسون وان فوت يعني رئيس المركز ينتخب التاني منافسه حكماً بيكون نايب رئيس يعني عم نطبق كتير منطق التشاركية اللي بيرسيه عملية النسبية اللي هو توزيع إذا بدك الخصص بين أكتر من كتلة هلأ هون ما في كتل فيه رفاق متنافسين على المسؤولية أما المستوى التاني من المطرح ما بيصير فيه عندنا انتخابات على مستوى الحزب اللي هو المستوى المركزي أو الهيئة التنفيذية لا نكون عم نحكي عن نظام أكتر بين ليحتين متنافستين يعني فينا نقول أن القوات لبنانية عم تعتمد صيغة المختلط بانتخاباتها الداخلية فيك تقولي هكي بس أكيد على مستويان أما التيار الوطني الحر فقد نجح في إدخال النسبية الكاملة إلى انتخاباته الداخلية على مستوى الهيئات المحلية والأقضية نافياً أن يكون ذلك قد تسبب بشرخ بين صفوفه تجربة النسبية هي تجربة جديدة ولازم نفهم أنه نحنا بوين ما نوجدنا إذا كان جوات حزبنا أو على مستوى الوطن بدنا نقبل بالرأي الآخر ما عملت انقسام جوة الطيار عملت اختلفات بأخذ القرار جوة هيئة الأخضية إذا بدك بس عملت انقسام أكيد ما صار انقسام صار مثلاً كل واحد معه الأكترية بده يجب يفرض قراره وفي ناس عمين بلوكاج ببالآخر القرارات بده نسلم عينة من الأخص فيها إذن بين الأحزاب أيضاً تشعب واختلاف في طريقة تطبيق الحياة الديمقراطية وإذا كان هدف الأحزاب الأساسي هو الوصول إلى السلطة فالنظام يبقى الوسيلة جوال الحج موسى قناة الجديد بعد بلبلة منع الكحول وقرار طرد رئيس بلدية كفرمان لأربعة موظفين ملف مالي في النيابات العامة والجديد تكشف التفاصيل في تحقيق من جزئين للزميل هادي الأمين منذ الانتخابات البلدية التي جرت العام الماضي والصراعات في بلدة كفرمان مستمرة وجديدها ملف مالي ودعاوى بين الرئيس الصابق كمال غابريس والرئيس الحالي ياسر علي أحمد والقضية أنهبة قدمتها منظمة اليو اندبي بقيمة 125 ألف دولار لتشجير عقارة في كفرمان بـ 11-5 يحولوا أول مبلغ والبتاقي يتبلش بالشغل وبالتسلم والتسليم تم تسليم الملف بالكامل مثل ما هو للمجلس البلدي والرئيس البلدي الحالي البلدية الحالية صرفت 75 مليون ليرة من دون تسلم ولا تسليم كما ينص دفتر الشروط وعلى أساس بـ 26-8 الـ 2016 بصرفي تسلم وتسليم للمشروع هلأ أدين زرع شجر أدين كمية أنا ما عدت رئيس بلدية كفرمان الحالي تردد في الرد على الموضوع وذلك بعد تعليمات وصلته من مرجعيته السياسية ليصل الأمر بعد أخذ ورد إلى الموافقة على تصوير المقابلة ورأى أن صرف هذه الأموال مغطى من المحافظ أنا رفضت استليم هذا الملف رفضت تسليم مصاري من شهر ستة إلى شهر واحد لما هادي مكة تحمل المسئولية رفعت الملف كلها سعادة محافظ محمود المولى طلبت منه إبداء الرأي بهذا الموضوع تطلع على الملف أعطاني موافقة إذا بناء على اللي نزرع عبل فيه لجان استليم مفروض تكون مستلمي ثلاث لجان إذا ثلاث لجان مستلمي الشجر أوكي وان الشجرات اللافت أنه بعد دعوة غبريس تحركت شاحناتهم محملة بالأغراس وتوجهت إلى المكان نفسه أول أمية ضوات الكاميونات تعمل مزروعات على هذه المناطق ما لدينا فكرة عن الموضوع الظاهر يمكن الملتزم طلع عم يصلح بعض الأمور ما كنا ما معنا خبر يعني أنا فوجئت مثلي مثل غاية إذا جاي متأحد ينفذ بلديه ما عاش خبر يعني إذا كان فيه مصيب يا هون مصيب طين ما عندي فكرة أنه فيه علي دعوة لا يعلم علي أحمد بوجود الدعوة على حد قوله لكنه ناقض نفسه في المقابلة نفسها وأكد علمه بالدعوة الملتزم هو باعت يصلح على بعض الأشجار المحروكة يعني أنا قلت له فيه دعوة وأنت ما تحمل المسئولية وفي الإطار عينه أكد مختار كفر رمان وكذلك مدير وزارة الزراعة في الجنوب هادي مكي أن علي أحمد على علم بشاحنات الأغراس وأنه من أرسلها عبر المتعهد هذا واستدعت النيابة العامة المالية رئيس البلدية الحالي وأعطت إشارتها بمتابعة الأعمال غدا أين أصبح هذا الملف في القضاء وماذا حل بقرار منع الكحول في كفر رمان في موضوع الخمور وموضوع عن سعادة المحافظ نحن رفعنا توصيل ساعاته وأهل البلد منا غشيمة ولا مثل من وصفت أنه أهلك في الرمان سكرجي هادي الأمين قناة الجديد تقدمت زميلة داليا أحمد وزوجها سيد مصطفى القواس بواسطة واكليهما المحامل أيغندور بشكوى أمام نيابة العامة الاستئنافية في بيروت بحق عشرات الذين شنوا حملة عليهما على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد تهديد بالقتل والتحريض عليه وقد أحال النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر الشكوى إلى رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة العميد زياد الجزار الذي أحالها بدوره إلى رئيسة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية المقدم سوزان الحاج وبوشرة التحقيقات لكشف هوية الفاعلين ومن وراءهم توصلا إلى اتخاذ التدابير اللازمة بحقهم على أمل أن يقوم القضاء والأجهزة الأمنية بوضع حد للتعديات غير المبررة على الجسم الإعلامي السفيرة الأممية دكتورة سلوى غدار يونس تزور دار المسنين في ترابلس تكرم فتكرم بمطلع كل عام ترقب عيون كبارنا المسنين والعجزة وأصحاب الاحتياجات الخاصة زيارة السفيرة الأممية دكتورة سلوى غدار يونس التي تحرص صنويا على تفقد مركز الخدمات الاجتماعية في ترابلس محلة أبي سمرة فضمن مبادراتها الإنسانية والإنمائية كسفيرة لبرنامج معا نحو تنمية مستدامة التابع للأمم المتحدة جالت الدكتورة يونس على المرضى المسنين حيث كان في استقبالها رئيسة لجنة المساندة في الجمعية المحامية دلال سلهب ميقاتي وأعضاء الجمعية شاكرين دأبها على زيارة الجمعية في كل مناسبة وحرصها على تفقد جميع المسنين ومعانقتهم ومحاورتهم فردا فردا بدورها شاكرت غدار القيمين على هذه الدار وما يقومون به من جهود وثمنت خطوة رئيس مجلس الإدارة الذي منحها درعا تقديرية كسيدة العام 2016 للأمال الإنسانية والحفاوة البالغة كانت بالانتظار في مطعم الشاطر حسن حيث أقيمت مأدبة غذاء على شرفها بحضور الوزيرة السابقة إليش شبتيني وعقيلات وزراء ونواب سابقين وألقيت كلمات لرئيسة لجنة الخدمات الاجتماعية في طرابلس علي مسقاوي وللمحامية دلالس الهب ميقاتي أشهدتا فيها بالسفيرة غدار وبعطاءاتها الإنسانية والإنمائية على صعيدي لبنان والخارج مباركين لها رسالة التهنئة والتبريك من دير سيدة صدناية ومن المجلس الدولي لحقوق الإنسان في العالم لعل أكثر ما يسعدني مشاهدتي لحرص المعنيين في هذه المؤسسة الكريمة على توفير سبل الراحة والعيش لأهل الدار ودأبهم المتواصل على جعل العمل التطوع الاجتماعي ليس حكرا على أحد معين عبر تشريعهم باب الخير هذا لأهل الخير والعطاء والإنسانية في شتى المجالات لمشاركة المسؤولية وكانت الدكتورة يونس قد رعت ضمن نشاطتها الثقافية حفل توقيع كتاب الأستاذ يوسف كسروان صرخت امرأة في قصر الأونسكو وتسلمت درعا تقديرية من الكاتب كما رعت الدكتورة يونس حفل توقيع كتاب الجارودي وصدى الصينين للباحثة والإعلامية هيفاء جارودي والذي يكشف للمرة الأولى بالصور والمعلومات عن انتشار العائلة البيروتي في كافة أقطار العربية وصولا إلى لبنان بعد الأعلان الاستيطان ينهش الضفة أهلا بكم من جديد بعد مصدقة الكنيسة الإسرائيلية على ما يسمى قانون التسوية الذي يشرعن سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة لمصلحة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة هجمة استيطانية شارسة تنهش جسد الضفة التفاصيل في تقرير لمراسل نانيز الحبش بعد إثبات الفلسطينيين ملكيتهم الخاصة لأراضي مستوطنة عمونة شرق رامالة أخلية المستوطنة بقرار قضائيا إسرائيلي فسارعت حكومة الاحتلال وأعلنت نيتها إقامة مستوطنة جديدة لمن تم إخلاؤهم وستقام بين مدينتي رامالة ونابلس داخل الضفة الغربية المحتلة وفقا للصحافة الإسرائيلية خطوة متقدمة من خطوات ضم الضفة الغربية إلى كيان الاحتلال هذا العام تحديدا لـ 2017 الشهر الأول كان شهر يعتبر في منتهى الخطورة لأنه تم إقرار مشاريع استراتيجية استيطانية بالضفة الغربية والقدس ونجحت أحزاب اليمين الصهيونية المتشددة في تمرير قانون برلماني يتيح إقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الخاصة وذلك لتفادي تفكيك عشرات البؤار الاستيطانية العشوائية ولكن ماذا ستفعل القيادة الفلسطينية خارج الإطار الدبلوماسي قبل أن يضيع التراب الذي تحلم بإقامة دولتها عليه هناك قرار مجلس الأمن 2334 والذي يجب أن يطبق بمعنى أن مسؤولية الدول أن تضمن سريعا القانون الدولي على إسرائيل وأن تقوم بلجم هذه الانتهاكات وبإنسال العقوبات في إسرائيل وهناك أيضا محكمة الجناية الدولية والتي ترى بأن الاستيطان هو جريمة حرب واللافت أن وطيرة الاستيطان استعرت بعد تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه الرئاسية حيث صدقت حكومة الاحتلال على إقامة أكثر من خمسة آلاف وحدة استيطانية جديدة داخل الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة ولم يخفي اليمين الصهيوني الذي يسيطر على القرار الإسرائيلي أن الهدف النهائي هو ضم الضفة الغربية لكيان الاحتلال وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية وصل عدد المستوطنين في الضفة إلى ستمائة وعشرين ألفا في مئتي مستوطنة وسط مخططات إسرائيلية لرفع عددهم إلى المليون مستوطن مع نهاية عام 2020 من فلسطين المحتلة نيزر حبش قناة الجديد أفاد مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث اقتراحا قد يؤدي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية وقال المسؤولون أنه تم أخذ رأي عددا من الوكالات الأمريكية بشأن مثل هذا الاقتراح الذي سيضاف إن تم تنفيذه إلى الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة بالفعل على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتداولت وكالات أمريكية عددا من مصودات أوامر بشأن قضايا أخرى لكن إدارة ترامب رفضتها أو أجلتها القوات التركية تتقدم على مشارف مدينة الباب السورية على حساب الجيش السوري الذي يتقدم جنوبي المدينة مدينة الباب اسمها بات يدل عليها في الصراع الميداني السوري ومن يحكم سيطرته عليها يكون قد فتح الطريق إلى الرقة وأخفل الطريق أمام القوات الكردية لوصل مناطق نفوذها على الحدود التركية ومع هذا السباق المحتدم أعلن الجيش التركي أن مقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم القوات المسلحة التركية سيطروا على تلال استراتيجية تطل على مدينة الباب الخاضعة لتنظيم داعش وأشار الجيش التركي في بيان له إلى أن نحو ستين من مقاتل الدولة الإسلامية قتلوا في غارات جوية وقصف مدفعي واشتباكات ضمن هذه العمليات وأن جنديين قتلا وأصيب خمسة عشر آخرون بجروح طفيفة هذه هي الطريق القديمة بين الباب وحلب يقول مقاتل تابع لفصيل السلطان مراد أنا داخل مدينة الباب الآن ولكن ليس في وسطها بل على مشارفها شاكرا الله أنهم تمكنوا من الوصول إلى هذه النقطة وكانت الباب هدفا رئيسا لهجوم تركي في آب الماضي لإبعاد تنظيم الدولة عن الحدود ومنع المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة من تحقيق مزيد من المكاسب بينما حقق الجيش السوري تقدما سريعا في الأسبوع القليل الماضية متقدما من جنوبي المدينة خاطعا آخر طريق إمداد لداعش وبهذه العملية تكون قد عززت تركيا من نفوذها شمالي سوريا وأنشأت فيه منطقة عازلة بشكل فعلي وأثارت معركة الباب احتمال وقوع مواجهة بين الجيشين التركي والسوري إن قوات سورية مدعومة من أنقرة سيطرت على الأحياء الخارجية لمدينة الباب الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية المدينة محاصرة حاليا من كل الجهات وتمت السيطرة على الأحياء الخارجية لها ونتيجة التنسيق المسبق والتعاون مع القوات الروسية نتخذ الإجراءات المناسبة لتجنب أي احتكاك محتمل وزير الخارجية التركي مولود جويش أغلو شدد في مؤتمر صحفي مشارك مع نظيره السعودي عدل الجبير في العاصمة التركية أنقرة على ضرورة أن ترسل دول المنطقة وحداتها الخاصة إلى الميدان استعدادا لمعركة الرقة عملية الباب يجب أن تستكمل فورا في الفترة المقبلة في الأيام الماضية حققت قواتنا الخاصة والجيش السوري الحر تقدما كبيرا دعم التحالف الجوي والروسي ساعدنا جدا في عملياتنا ضد داعش وهدفنا المقبل سيكون الرقة وأمام هذه التطورات توقع الجيش الأمريكي أن تحاصر الرقة مع قلة داعش في الأسبوع القليلة المقبلة وقالت مصادر رئاسية تركية أن الرئيس رجب طيب أردغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في اتصال هاتفي على العمل معا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الباب والرقة وقال البيت الأبيض في بيان له أن ترامب تحدث عن أن البلدين يشتركان في الالتزام بمحاربة الإرهاب بكل أشكاله ورحب ترامب بإسهامات تركيا في قتال تنظيم الدولة الإسلامية ونبقى الآن مع الجولة على عنوين الصحف الصادر هذا الصباح ونبدأها مع عنوين النهار موازنة وقانون انتخاب قبل نهاية شباط روسيا تفصل بين دمشق وأنقرة في الباب واشنطن ستة أشهر لإنهاء الرقة والموصل ترامب يعتبر القضاء الفيدرالي مسيسا جدا ويحذر من أن أمن الولايات المتحدة في خطر ننتقل من النهار إلى الأخبار سجناء الإرهاب أي عفو يستثنين يكون طائفيا الحريري يتراجع سأدرس النسبية فتن الصعودية العروبة ضد المقاومة وننتقل من الأخبار إلى عنوين الأنوار عون والحريري للوزراء قانون الانتخاب ينجز قبل آخر شباط رياح تترك حطاما قبل أن تهدأ مقاتلو المعارضة يتقدمون إلى أبواب الباب السورية وزير أمريكي تسرعنا بتنفيذ إجراءات ترامب موسكو تعلن تسليم الصواريخ لإيران ننتقل إلى عنوين صحيفة الديار عون والحريري يتفقان على قانون الانتخابي قبل نهاية شباط السلسلة ضمن موازنة العام 2017 والمعلمون يهددون بالأضراب أيضا في الديار بوكو حرام تحرق 86 طفلا مسيحيا أحياء طامحون إلى منصب حاكمية البنك المركزي اعتراضات النظرية على الاحتياطية العالية انتقاد من البابا لقتل المسلمين في ميانمار انفجار ميترو باريز خلل كهربائي اللواء ابراهيم شبكة صوليدير هدفها ضرب الحركة التجارية والسياحية سبعة صواريخ من سيناء على إيلات ومن الديار ننتقل إلى عنوين صحيفة المستقبل عون والحريري لتفعيل اللجان مع الصعودية وتسريع الحلول لأزمة النزوح الحكومة الموازنة على النار والنفيات إلى المحارق السبهان ومطارنا موارنة إلى مائدة سعيد السعودية وتوركيا تكثفان التعاون السياسي والعسكري ايضا في المستقبل الرئيس الامريكي يحمل على القضاء مسيس جدا ننتقل من المستقبل إلى عنوين البناء قاسم للبناء القانون النسبي عادل وحزب الله لم يطرح سواه موسكو تطلب بواسطة الأردن دعوة سوريا لحضور القمة العربية في عمان الباب تستعصي على توركيا رغم بيانات التقدم بانتظار الجيش السوري الموازنة بدون السلسلة وقانون الانتخاب ينتظر وسوليدار مخترقة ننتقل من البناء إلى صحيفة اللواء أجندة الحكومة سابق المتغيرات شباط شهر الموازنة وقانون الانتخاب السبهان للكتائب ومسيحي 14 أذار ملتزمون بكل الحلفاء والمستقبل يمثل الاعتدال بوجه التطرف واشنطن تتوقع استعادة مع قلي داعش خلال ستة أشهر تركيا درع الفراد دخلت مدينة الباب وتستعد للرقة ترامب القضاء مسيس ويهدد أمنى أمريكا ننتقل من اللواء إلى البلد الحكومة تنجط انتخابيا والمشنوق لست في مواجهة عون في البلد أيضا موارنة لبنان يطمئنون إلى موارنة قبرص وفد روسي الأسد في حالة رائعة إلى الجمهورية الكنيسة المارونية تدعو لتوسيع المصالحة وإلى الحياة يشمل إدراج الحرس الثوري وأجنح للإخوان على لائحة الإرهاب واشنطن تدرس طلاقا إقليميا مع طهران أيضا في الحياة سيناريو صفقة استراتيجية بين موسكو وواشنطن تركيا تعبر الباب بغطاء روسي وإلى الرقة بتأييد أمريكي نختم الجولة مع عنوين الشرق الأوسط تحرك أمريكي عربي تركي لإطلاق معركة الرقة واشنطن تبحث تصنيف الحرس الإيراني إرهابيا ترامب يفتح النار على القضاء المسيس وفي الختام نذكر بعنوين هذه النشرة البنزين أرباحوا الشركات من جيوب المواطنين مع الوزير العدل شايف أنه القضية محقها وشايف أنه الملف مزبوط وأنه فعلا في مبلغ من المال يجب إرجع مصرف لبنان يوجد بلو ديون الحريري بنك مات للمصارف يلي استفادت من الهندس المالية مصرف لبنان أبون يتفننوا في تعذيب ابنتيه القاصرتين يعزبون يقتلن يحرق لنديهن هدرون في بلدية كفرمان من العبل الجيبة إذا أنا سرق هؤل الشجرات يحط الأسوال أنا سرعت هؤل الشجرات مشاك هني لش بني لنظموا عرار صارف ويغطوا علي يتشكوا علي لدي بالعام الملي معركة الباب تفتح الطريقة إلى الرقة لمزيدا من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد اليونس شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة